تواصل المملكة تحقيق العديد من البرامج والمبادرات في المسؤولية المجتمعية وذلك ضمن خطواتي ومستهدفات رؤية عشرين ثلاثين وتمثلت أبرز تلك البرامج في إطلاق حساب المواطن عام 2017 لدعم المستفيدين فضلا عن برامج تمويل لذوي الإعاقة استفاد منها أكثر من خمسة ألاف شخص كما تم إطلاق نظام التشخيص الإلكتروني لذوي الإعاقة وتدشين منصة العمل التطوعي وتوفير أكثر من مئات وخمسين ألف وظيفة تطوعية الحديث أكثر يلتحق بنا في الأستوديو المختصة الاجتماعية أستاذ عبدالعزيز المبارك أهلا بك أستاذ عبدالعزيز معنا في نشرة النهار أهلا حياك الله يا أستاذ حسن وحيا الله المشاهدين جميعا أهلا وسهلا بداية ما هي المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية ضيب المسؤولية الاجتماعية طبعا مفهوم واسع وكثير ينتكلمون فيه وما راح نسيب فيه لكن باختصار أنا بأختصرها لكم المسؤولية تعني الالتزام هذه بس مسؤولية مجتمعية يعني التزام اكتجاه المجتمع سواء كمنظمات أو كأفراد يعني المنظمات سواء قطاع حكومية أو قطاع خاص لازم يكون لهم التزام للمجتمع وكذلك الأفراد لهم التزام بالمجتمع فهذا تقريبا هو المفهوم الشامل المسؤولية الاجتماعية طيب رؤية المملكة وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية أول شيء قبل ما أبدأ ونبارك إلى أنفسنا صراحة بوجود هذا القائد العظيم محمد بن سلمان اللي صراحة يعني أثلت صدورنا بالخطاب وطلع عشان يؤكد أن المملكة فعلا قادرة بإذن الله تعالى على قيادة العالم ومن ضمن أهم المجالات اللي ترتكز عليها هذه القيادة هي ناحية المسؤولية الاجتماعية فلما تكون مستهدفات الرؤية أنه عندك وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لن يكون هذا المجتمع حيوي إلا بمساهمة ومشاركة كل المواطنين اللي موجودين على أرض هذا الوطن المبارك وهذا الشيء أكد سمو الأمير أنه هذا الشيء اللي هو يراهن عليه دائما هؤلاء المواطنين فآتت هذه الرؤية حطت مستهدفات الأساسية وركن أساسي اللي هو المجتمع الحيوي اللي ممكن لو انتبهناه له ونميناه هو اللي راح يفرز لنا المسؤولية الاجتماعية كيف أحس بمسؤولية الاجتماعية سواء أنا مواطن ولا صاحب موظف ولا صاحب منشأ ولا صاحب إذا ما كان عندي قدرة على الرؤية والوضوح من خلال هذه الرؤية اللي أطرت كل شيء فالرؤية المباركة جاءت لتعطي كل ذي حقا حقا تضع الأمور في نصابها خصوصا لما نتكلم عن شيء مهم جدا ترى يمكن يغيب عن أكثر الناس سامت فيه الرؤية اللي هو حوكمت منظمات الكطاع الثالث والكطاع الغير الربعي هذه لها دور كبير جدا في تسريع عملية نمو وازدهار مسؤولية اجتماعية داخل المملكة نسبة تحقيق المستهدفات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في الرؤية حتى الآن والله يا أستاذ حسن يعني أنت لما تقول مثلا أنا أعطيك على سبيل مثال جزء بسيط مثلا المتطوعين زادوا من بضع عشرات من الألاث إلى أربعمائة فوق الأربعمائة ألف يعني تقريبا تضاعفوا ثمانتع عشر مرة هذا مؤشر كبير جدا يعني يمكن حتى المستهدف اللي في عشرين ثلاثين اللي هو المليون متطوع احنا وصل للأربعين في المية بس في عشرين عشرين فيمكن عشرين خمس وعشرين ممكن نكسر هذا الرقم وزي ما شاف الجميع خطاب سمو الأمير كان يتكلم عن المستهدفات في عشرين ثلاثين كلها راح تنكسر في عشرين خمس وعشرين نحن قاعدين نحققها بسرعة كبيرة جدا وهذا هو الإيمان اللي يأتي عن طريق الصدق والإخلاص وإخلاص النية والثقة بالناس اللي معاك هذا كله يساعد في تحقيق مستهدفاتنا بالنسبة للمسؤولية المجتمعية أنا ودي بس أنوه على نقطة قيادتنا حفظها الله بقيادة مولاي خادم الحروني الشريفين وسموه العيد الأمين لا تعلو جهدا عن تأصيل قيمة المسؤولية الاجتماعية لدى المواطن ولدى المجتمع الدولي ككل يعني بغض أن عندنا مثلا مركز الأمير سلمان اللي غاته جهود غير طبيعية لكن أذكر لك مثال بسيط آخر حادثة حصلت كميات الأكسجين اللي ذهبت للهند هذا يعتبر مسؤولية اجتماعية المسؤولية الاجتماعية يعني هو التزام فلما تكون القيادة بهذا الحس وهذه المسؤولية شيء طبيعي أني كمواطن يكون عندي هذا الحس شيء طبيعي أني كمنظمة سواء قطاع خاص أو حكومي يكون عندي هذا الحس لأن الرأس الهرم يؤكد على هذا الحس ويدعمه فهذا نقطة أساسية لازم ننتبه لها جميعا وهذا اللي سيساعد بإذن الله تعالى على كسر جميع الأرقام والمستهدفات في زمن قياسي بإذن الله تعالى المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات القادمة ما هي الأهداف التي يعني من المفترض أن تتحقق وهي من أهداف الرؤية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية يعني في السنوات القادمة بإذن الله تعالى يعني إحنا نتكلم عن التطوع المجتمعي بالنسبة للأفراد وتكلمنا عن 20-30 نول هدف مليوم التطوع حققنا منها إلى الآن فوق 40% وهذه نسبة قوية جدا نبي نتكلم أيضا عن مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية وفي الدعم وهذا الدولة يعني شف يا أستاذ حسن لما أقول لك ساهم 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 وما أوضح لك الأمور ولا أعطيك أدوات مساعدة لكن لما أوضح لك الأمور وأضطرها وأنظمها وأعطيك الأدوات المساعدة هنا أنت راح تكون عندك الدابة يعني على سبيل المثال أعطيك مثلا زي منصة إحسان يعني إلى الآن وصلنا حوالي نصف مليار نصف مليار كلها من المواطنين ومن القطاع الخاص ومن بعض المنظمات الكبيرة في القطاع الخاص هذا لم يكن لو لم يكن فيه التنظيم للعمل وفيه أدوات مساعدة زي هالوسيلة للمنصة التقنية وقس على غرارها الكثير التبرع فالمستهدفات إن شاء الله القادمة اللي هو زيادة المسؤولية الاجتماعية عند الأفراد زيادة مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية وفيه نقطة ثانية لما نقول مسؤولية اجتماعية ليس فقط الدعم فيه أشياء أخرى يساهم فيها القطاع الخاص مثل تبني قضايا التوظيف والبطالة المساهمة في استدامة البيئة يعني مثلا نتكلم عن مثلا المصانع وفرضو هذه لها جانب في المسؤولية الاجتماعية تقلل مثلا من التلوث تقلل من الهدر فيه مستهدفات كثيرة من ضمن أيضا المستهدفات في الرؤية أيضا اللي هو ترشيد الثروات ويعني من ضمن المبادرات الكريمة اللي يطيقت في هذا الشيء اللي هو مبادرات حفظ النعمة وشبناها بشكل كبير جدا يعني الدولة مهتمة جدا في هذا الجانب وهذا في النهاية كل عائدة على هذا الوطن عشان نحقق بإذن الله مستهدفات الرؤية بإذن الله أشكرك جزيلا لحضورك والمشاركة معنا المختص الاجتماعي عبدالعزيز المبارك الله يعطيك العافية شكرا ياستاذ شكرا لكم